اشتركوا في القناة يتكلم عن شيء مش من حقه عندما قال انا هو كلمة انا هو نفس الكلام اللي قيل في العهد القديم عندما سأل موسى الله عن اسمه كان الجواب اهي الذي اهي وهي هي الكلمة اللي بيتكلم عنها يسوع انا هو اهي الذي اهي نور العالم وعندما يقول داود الرب نوري وخلاصي الرب بتتكلم عن يهوى في العهد القديم فعندما يقول يسوع انا هو نور العالم فهذه الآية وهذه العبارة الصادمة وهذه العبارة بتهز الكيان فانت امام شخص اما بيتكلم الصدق او بيتكلم بالكذب او يمكن لا سمح الله يعني للأسف اذكر هالكلمة شخص يكون معتوه مش عم بيعي ماذا يقول خلي بالك ان هذا الكلام كان امام اليهود واليهود جماعة متبحرين في الدين وعم بيمارسوا مش بس كل نقطة من هذا الدين بحذفيره عقولهم المشككة في تلك الأيام لازم يمتحنوا كل شيء فكونهم يشوفوا شخص مولود أعمى وبيرجع يعني بصير حتى الأعمى يقول لهم منذ الدهر لم يسمع ان احدا فتح عيني مولود أعمى وهذا اندل على شيء بدل فعلا على سلطان المسيح على قدرة يسوع المسيح على القوة بالخلق انه يقدر ان يخلق من هذا الانسان وبتعبر طبعا عن لهوت المسيح بتعبر عن هوية يسوع المسيح وبتعبر ايضا عن مصداقية دعوة يسوع المسيح فالمسيح يعني لما كان يحطوه تحت التست ما كانش يعني متردد ولا كان متشكك ولا كان يقول ان شاء الله يا رب ساعدني في هالظرف منشوف انه كان سيت كل المواقف وسيت كل الظروف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر